التقى رئيس مجلس سأل وزراء دكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وخلال اللقاء استعراضت وزيرة البيئة تقريرا حول ما تم إنجازه من أعمال بالمجالات البيئية المختلفة خلال عام 2021 مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من التلوث فبلغت نسبة الخفض في أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة بالهواء بالقاهرة الكبرى ودلت 25.5% بدسمبر الماضي وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء مشتل على مساحة خمسة أفدنة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد إلى جانب توريد أكثر من 106 ألاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفيما يتعلق بإدارة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة قش الأرز أشرت وزيرة البيئة إلى أنه تم جمع نحو 99% من إجمالي قش الأرز المتولد وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه وهو ما وفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مرسم توقيع مذكرات تفاهم وعقود تسليح بين مصر وكوريا الجنوبية وضمت المذكرات الموقع مذكرة تعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجستي وأخرى بشأن المبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي إضافة إلى توقيع عقد التدبير والتصنيع المشترك شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مرسم توقيع مذكراتي تفاهم في مجال التعاون العسكري بين مصر وكوريا الجنوبية وعقد تدبير التصنيع المشترك للهوتزاركي 9A1EGY مع شركة هانوال كوريا الجنوبية وذلك بحضور السيد كان جين هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية حيث وقع الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكري مذكرتي التفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجستي ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي وذلك للتنصيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين كما وقع اللواء أركان حرب أسامة عزة رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة على عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهوتزاركي 9A1EGY محليا بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة هانوال كورية الجنوبية ويمثلها السيد سانجيل رئيس مجلس إدارة الشركة ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطوير في نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائما تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم من جانبه أعرب السيد كانجين هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية عن سعادته البالغة بالتعاون العسكري مع مصر باعتبارها قوة إقليمية كبرى متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنصيق العسكري المشترك بين البلدين وعلق المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي كلمة أشاد فيها بعلاقات التعاون في مجال التصنيع العسكري مع الجانب الكوري حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء مجالس إدارة شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة العربية العالمية للبصريات وسافير وملحق الدفاع لكوريا الجنوبية بالقاهرة موسيقى